موسيقى موسيقى الرياضة بصفة عامة محتاجة عدد نظر لازمة اللي احنا فيه ده المنتخب الأولمبي يشيل ستة لما يشيل ستة المنتخب الأول المنتخب الأول يا عالم هيحصل فيه ايه محتاجين ان احنا نشتغل على نفسنا اكتر محتاجين ان نهتم بالرياضة ونهتم بالرياضيين ونحسسهم ان احنا شايفينهم ان الناس دي هيا حاسة ان هي مش متشافة ومش متطبعة فبالتالي مهما ان كان الدافع ليهم محتاج ان هو يزيد مننا وتشجيعهم تشجيعنا يوصلهم اغلب العبال اهناك دي بتصرف على نفسها فانا كواحد يعني بتبع اولمبياد من زمان وانا انا صغير فعلا الناس دي بتتعب واحد زي كرم جابر زمان كان بطل وما كانتش بيتصرف على اي حاجة كانت كلها مبلغ بسيطة هو اللي بيمرن نفسه بنفسه فحاجات زي طبعا دي اكتر عاجات احنا بناخد فيها مداليات اكتر من الكورة نفسها ايام زمان دي كانت اللعيبة بتلعب لمغزة بايه ايام محمد لطيف وطه بيصري وحسن شحاته كانوا بيلعب لمغزة بماليني اللعيبة دلوقتي لمغزة بتاخد لمغزة فلوس لمغزة بالشيء الفلاني وبتديش حق اهل النادي اللعيبة على قد كانتهم يعني اكتعدوا بس اهنا المفروض انه نركز على العلعاب الفردي اكتر من دي اللي ممكن نعملها يعني نعمل منها مداليات او نعمل منها انجاز المنتخب المصري لكورة القدم دي اللي كنت بتابعه هو في الاول كان الاداء كويس جدا لكن احنا ازمتنا في رياضة ان احنا من اعتمد على فرد واحد يعني مثلا لما زيزو طلع في مطش المغرب الجيت ان المباراة اختلفت خالص وانجلبت خالص اصبح المنتخب غير المنتخب يعني المنتخب قابل طولها زيزو غير المنتخب وزيزو بلعب اللعيب في المنظومة، المنظومة مش يعني مش مدال حقها للعيبة اللعيبة ما اثرتش والالعيبة كانت رجلها هفي ارض الملعب بالعكس يعني هم كانوا هايسعادوا ولعبه وفايزه على اسبانيا وفايزه على بركوية يعني يقدو شكل كويس الحال طبعا الللي لازم الرياضات كلها يعني تزبط من الأول وجديد بقى تتأسس تتعمل تأسس من الأول وجديد حتى زي الكورة يعني أنا بس صراحة أكتر رياضة بقيتها الكورة أما نخسر ستة من مغرب كتير فلازم إحنا لا يتم التأسس من الأول معظم اللعبة أصلا جاي المنتخب معظمهم الناس ما بتلعبش الأزمة جاءت إنه ما فيش تخطيط في الرياضة عمدا في مصر صدف فلوس كتير جدا وما فيش أي تخطيط بالأخص كمان التحدي المصري الاتحاد المصري مشيت معا كده زي ما بيقولوا مشي جات بالصدفة ومعظم إنجازاتنا بتيجي هنا بالصدفة فالحل بقى طبعا بتاع الفترة الجاية إن إحنا نحاول نجيب كوادل كويسة وكوادل شابة كوادل متعلمة بقاس إن هي تقدر تفيد الرياضة المصرية وتقدر تخطط لها قدام للأسف شديد الاتحادات كلها عايزة نظرة مين جديد خالص لناس بتحب البلد وما يبطل وصاعد فيها ويدورها على المواهد مش معقولة مليون ومية ومية ألف ومليون وعشرة مليون مش عارفين نخصر منهم حد يطلعوا ياخدوا يلعبوا يجيبوا مديليات تانية يا عزمة طبعا كبيرة ماخدتش متوقع المنتخب إن يحصل كده إنك إنت تكسب أسبانيا زي نفسها وتيجي قدام المغرب تتغلب ستة ده ده مخيب جدا 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 يعني هو والله المنتخب اللي الأمب كان كواس في البطولة ده بس هو أجي في ماتش فرنسا بس كده يعني الماتش كان متحور لسالح فرنسا يعني زي المغرب بلعبة فرنسا في كاسة العالم الكبير بحس الفيفا لا يد في موضوع مكسف فرنسا عشان كده الفريق جاله وإحباط بعد الماتش ده واتغلب من المغرب ستة اللعيبة زي ما تقول هما خلاص فقدوا الأمل في الزهبية يعني في المركز الأول فطنشوا في المركز التالي بره يعني مركزوش على بره اللي إحنا أكبر بيعسة راحت الأولمبياد أكبر بيعسة موجودة في الأولمبياد لكن إحنا أقل بيعس حققت يعني إحنا تخيل يعني مثلا 164 فرد إنه ما حقق مدالية واحدة ده إزاي ده وأنا شايف أن الألعاب الفردية يهتموا بيها طبعا أكتر لأن هي الوحيدة اللي جابت البورنزية اللي بقى فردية جابت البورنزية فلو اهتمنا بالألعاب الفردية أكتر وصراطنا النص اللي بيصرفها على الألعاب الجامعية أكيد إن شاء الله يجيب عائد كبير جدا بس نتمي بيها من بدري مبقاش فيه بقى طبعا للمحسوبية أو للواسطة أو لحاجة زي كده اشتركوا في القناة